اشتركوا في القناة حضيت شهادة الإمام الحسين عليه السلام بعناية إلهية خاصة جداً بحيث جعلها الله تبارك وتعالى موضع توجه خاص عند الأنبياء والمرسلين عليهم السلام فتعاطفوا وتفاعلوا معها وظهر منهم المواساد ورفعت أرواحهم أحر العزاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وها نحن أمام جملة من روايات نقلت لنا ذلك نتأملها ففيها ما يكسر القلب ويبكيه ويجري عبرات النفس ودموعها الساخرة موسى عليه السلام ورؤي أن موسى عليه السلام كان ذات يوم سائراً ومعه يوشع بنون فلما جاء إلى أرض كربلاء خرق نعله وانقطع شراكه ودخل الحسك في رجليه وسال دمه فقال إله أي شيء حدث مني فأوحى الله إليه أن هنا يقتل الحسين وهنا يسفك دونه فسال دمك موافقة لدمه فقال رب ومن يكون الحسين فقيل له هو سبط محمد المصطفى وابن علي المرتضى فقال ومن يكون قاتر فقيل هو لعين السمك في البحار والوحوش في القفار والطير في الهواء فرفع موسى عليه السلام يديه ولعن يزيد ودعا عليه وأمن يوشع بنون على دعاله ومضى لشأنه وهكذا أخبر الأنبياء عليهم السلام وأخبروا بشهادة الإمام الحسين عليه السلام وصاووا أن الأخبار في ذلك حتى لو بطرحهم سؤالا يكشف جوابه عن قصة الشهادة العظمى لسيد الشهداء عليه السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة